عشان الوقت يداهمنا عايز اسألك على حاجة دفاع التراجي ده زي الأهلي هتعامل معك في المباراة نجيب بس الحالات اللي كنا جايبينها من شوية بتاعة مباراة سانداونز والتراجي في مباراة القياب وأنا أبين لك الشكل الحالات بتاعة مباراة سانداونز الشكل دايما نقولت لك في مواقف كتير لدفاع التراجي يقدر نادي الأهلي يشتغل من خلالها دايما عندهم السراحان اللي احنا كنا نتكلم فيه من شوية في عملية التمرجز دايما هتلاقي فيه مشاكل كبيرة جدا الكرة دي كان بيفكر نادي التراجي ان يخرج بالكرة في عمرية بناء اللعب ضغط عالي من فرقة سانداونز هيستعيدوا الكرة بالشكل الأنسب هيخلقوا فرصة واحد على واحد جومانتية الجزاء هتلاقي الكرة دي تحولت الانفراد دين كده عملية الضغط ولا هاي بلوك اللي كان قايم به فرقة سانداونز على فرقة التراجي استعادوا الكرة بأسرع نقطة وأقرب نقطة لدفاع التراجي الراجل راح انفراد مقدرش ان يتعامل معاها قدام أمان الله ما ميش كرة تصدد وكتمفراد لكن ده شكل من الأشكال اللي ممكن نشوفها كتير جدا للنادي الآلي في عملية الضغط العالي خاصة وان فرقة التراجي مبقاش عندها التمركز الجيد في النواحة الدفاعية لو جبنا الكرة اللي بعدها ماشي الفريمات كلها وراء بعض بص يا كريم نقطة كان بيتكلم عنها من شوية جيمي في عملية كرة طويلة يمكن حتى الكرة دي وقى في تلت ملعب التراجي وفي نص ملعبه برضو فرقة سندونز تتكلم أربع لعيبة من خط ظهر سندونز بصوا الرجل لناحية الشمال بصوا المساحة اللي مخلوقه ممكن دي الفكرة اللي كان بنتكلم عنها من شوية قمية وجود إمام عشور في ناحية الشمال وانه يستغل المساحة اللي موجودة دايما في ورا الباك المين في عملية السرحان اللي كلهم بيخش في عمق الملعب ويعينهم كلهم على الكورة كل دي مواقف يقدر من خلالها النادي الأهلي ومارسوا الكورة لانه يستغل لها ويبدأ انه يبنى عليها قصدي الشكل اللي جومي للنادي الأهلي فبتلاعب فرقة مش عايزة أقول انها عندها نوع من الهزلان في النواحة الدفاعية لان انت هتلاقي شكل مريب لفرقة التراجي في النواحة الدفاعية بصوا الكورة دي عملية التحول الهجومي لفرقة سندونز بأقصى سرعة حتى عملية التزديد حتى عملية المرور يا كريم بقى أقل مجهود من لعب السندونز بتعمله تزديد من خارج منطقة الجزاء فانت أصبح عندك حلول كتير جدا تقدر ان انت تنوع على فرقة التراجي وعلى دفاع التراجي فرقة عندها مشاكل في التمركزات الدفاعية حتى هما بيلعبهم متكتلين انت تقدر بتبادل الأدوار اللي يقوم بيه اللعيبة من على أطراف الملعب أو زهراء الأجناب ان هما يخشوا للعمق واللعيبة 2 رقم 8 ان هما يزيدوا في عملية يخشوا في عمق الملعب وتزود الكسافة لجومية بالطرفين والمهاجب يبقى عندك كسافة هجومية كبيرة حتى الباصات اللي بيتم في المساحات القسيرة ما بين الخطوط في فرقة التراجي بيتم ويتروح بشكل جيد للفرق المنافس فممكن دي الأشكال كتير وتنوع كتير لمشاكل كتيرة موجودة جوا فرقة التراجي حتى استغلال أطراف الملعب المرور السهل دايما اللي بيتم على أطراف الملعب على البكات هتلاقي اللعيب هنا بيمر بكل سهولة وبيكمل وبيخشوا منطقة الجزاء محدش بقولوا انت رايح فين فدايما دي المشاكل اللي موجودة عند فرقة التراجي ورغم من موجودة كسافة دفعية انت بتتكلم فكتر من تمال لعيبة من فرقة التراجي موجودين جوا منطقة الجزاء بص شكل يعني عايزين نقف الصورة دي بص شكل التمركز بتاع فرقة التراجي هل ده تمركز فرقة كبيرة خمس مدافعين واقفين جنب حرس المرمى في عملية التصويب بتاعة الكورة ده شكل تقدر ان انت تقولين فرقة التراجي بالشكل والوضعية الدفعية اللي هما ظهروا بيها في كل المشاكل اللي احنا جبناها ان النادي الاهلي مايبقاش عنده مواقف وجومية جيدة في المباراة وانا انا بحس ان التراجي عنده خدع كبيرة قوي اسمها انه دفعه جامد حتة الخدع بتاع النتائج الناس منخدعة في معاملية النتائج ده خسر المباراة واحدة من 12 مباراة طب يا جماعة تبصوا للمشاط نفسها اللي هو ألعبها شكله كان عاملي زي في الجيم فهل الحظ ده يبدل مايكمل معاه؟ اتمنى لا لكن النادي الاهلي في كوالة العبا اللي موجودين بالشكل الهجوم اللي بيظهر به النادي الاهلي بالحلول الهجومية اللي بيخلقها النادي الاهلي لا يقدر يصدر مشاكل كتيرة جدا لفرقة التراجي وادفع التراجي الهزيل انا مصمم انه ادفع هزيل جدا ويقدر النادي الاهلي يخترق وبقال سود ان شاء الله